السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل مع Drop Zone ونشوف بقية الخصائص والإعدادات الخاصة بها على سبيل المسأل لو جيت أضفت هلاقي أن أنا عند Drop Zone فيها تخصيص لعدد الملفات اللي بيتم رفعها وكمان حجم كل ملف وكمان الصورة في أثناء العرض من ناحية الآيكون على سبيل المسأل خلينا أخذ صورة الصورة ديت العرض الافترضي بتاعها 80 في 80 لو حبيت أعمل تعديل للصورة ديت ممكن بكل بساطة أجي هنا الثمبن البتاعتي With أقدر أحددها أن هي تكون من بيكسل أخليها على سبيل المسأل 25 وكمان Height هعمل حفز خلينا أعمل حزف أعمل Refresh مرة تانية ونشوف مرة تانية إضافة نختار الصورة نلاحظ مع بعض تم تعديل الحجم بتاع الصورة من ناحية width وال Height فبالتالي أقدر أعدل وأقول مثلا 100 في 100 لكن هي بشكل افتراضي هتكون 80 في 80 في حالة عدم تعيين الخصائص دي إذن تعال نشوف مرة تانية هاجي هنا أختار هيتم عرض الصورة المصغرة 100 بيكسل في 100 بيكسل هنجي كمان عند الحجم لكل ملف بيتم رفعه بكل بساطة هاجي هنا أقول max file size بالميجا بايت ممكن أقول 0 بايت أو 2 ميجا بايت أو 1 ميجا بايت فبالتالي لو أنا جيت هنا أقولت مثلا 0.5 معناه أنه هو هيبقى مثلا 0.5 مثلا على سبيل المثال فبالتالي لو جيت هنا أعملت refresh مرة تانية وجيت هنا أعملت إضافة واخترت صورة لاحظ الصورة أصغر فعلا من 0.5 لكن لو جيت هنا حددت 0 خلينا أعمل refresh مرة تانية ونشوف مع بعض لاحظ قال لك حجم الملف كبير جدا يجب أن لا تعدى 0 ميجا بايت فبالتالي إحنا ممكن نحدد فيديو مثلا عاسم للنسال هقول أن أنا عندي نصف ميجا هقول 0.5 فبالتالي هاجئ أختار فيديو لاحظ أرجع مرة تانية هقول على سبيل المثال 1 ميجا بايت هعمل refresh خلينا نعمل refresh مرة تانية ونجي نختار لاحظ الفيديو أصغر من ميجا بايت فاترفع لكنه لو ملف أكبر هيقول لك أنه لا يتعدى الميجا بايت ممتاز طيب حاجة أخيرة الدروب زون فين بيتم رفعها مبدئيا مع الداش بيتم زرع ملف خاص بدروب زون في الداتابيز ميجريشن والتابل اسمه فايل مانجر بياخد البيانات وبيتم تخزينها على الداتابيز على طول بشكل افتراضي لو رحنا على الداتابيز فايل مانجر كل الملفات بيتم رفعها هنا مع الاحتفاظ بالريسورس والآي دي الخاص به وكمان نوع الملف وكمان حجم الملف بالبيت وكمان تقدر تشوف الميم تايب والنيم الأصلي للملف والإكستنشن بتاعه والباس والفول باس بتاع الملف وكمان اليوزر اللي قام برفع الصورة أو الادمن يعني ممكن قول الصورة الخاصة بالادمن أو المستخدم لكن حاليا هو هنا واخد الادمن فبالتالي ده كان كل شي عن drop zone نشوفكم على خير في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة